شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت اثنين والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي جالوت اثنين والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعلقى اللواء أركان حرب محمد هيسم محمد حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص الرجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات وكان الفريق أسامة عسكر رئيس وأركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع